هذا اليوم سوف نقوم بالتعرف على طريقة لحل مشكلك الخاصة على تطبيقك واتساب من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعد ذلك سوف نقوم بالنزول للأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق الواتساب هنا في هذه النافذة نأتي إلى واتساب نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذات معلومات التطبيق للواتساب نضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى مسعى البيانات وبعدها نأتي إلى مسعى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء ويعني تشغيل هاتفك لكي يقوم بحل مشكلك الخاص وهنا نكون قد قمنا بتعرف على هذه الطريقة الخاصة هنا أتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله